من المسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة التهجد ليلة عشرين من رمضان خمسة واربعين وأربعمائة وألف هجرية صلاة الرئيس الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الجين إياك نحمد وإياك نستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم من المغطوب عليهم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل الذنب وطابل التوب شجل العقاب بطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يرواك تقلبهم في البلاد كذبت قبل القوح والأحزاب من بعدهم وهمت ملومة برسولهم ليريقوا وجادلوا بالباطل ليدعقوا به الحق فأرقهم فكيف كان عمران وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا أمنوا أصحاب النار الذين يحللون العرش ومنحوا لهم يسبزحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الحقين ربنا وأدخلهم جنات عذل التي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحجيم وقيم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد أرحمت وذلك هو الفموز العظيم إن الذين كفروا ينادون ألموت الله أكبر من مقتهم أنفسهم إذ تدعون إلى الإيمان فتكثرون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا بعي الله وحدهم كفرتم وإن يشرح به تؤمنوا فالحسن لله الحليل الكبير هو الوذي يريدهم آياته وينزل لهم من السماء بسطا وما يتذكر إلا من يمين فادعوا الله أخلصين للدين ولو كرئ الكافرون رفيع الدرجات للعرشي في الروح من أهله على من يشاء من عباده لينذر يرهم التلاق يومهم بارجون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سبيع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر الكاظرين ما للظالمين من حميم ولا شفير يطاع يَعْلَمُ رَائِنَةَ الْأَعْلِنِ وَيَا تُخْفِ الصُّزُورِ وَاللَّهُ يَقْطِي بِالْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنَّ دُونِهِ لا يحبون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض فَيَوْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ كَانُوا هُمْ أَشَجْتَ مِنْ قُوَّتَهُمْ وَآثَارَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ الْمُبِيعِ وَمَا كَانَ لَوْنًا مِنَ اللَّهِ بِالْمُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلٌ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَبْنُوا اللَّهُ إنه قبيل شديد العطاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سهل كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا ارتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحروا نشاءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقلت الموسى وليبع ربه إني أخاف أن يبذل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أدت بربي وربي من كل متكبر الله يأمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل سرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أترتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبه بعض الذي يعلمه إن الله لا يهدي من هو مسرس كذاب يا قوم لملم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أعرينهم إلا ما أرى وما أهديهم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخرف عليهم مثل يوم الأحزاد مثل ذا بقوم روح وعاد وثمود وثمود والمذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قومي أخرف عليهم يوم التنادق يوم تغلون مدبرين ما لهم من الرجل العاصر ومن يبني لله فما له منها اللهم اغفر ورحمة اللهم اغفر ورحمة ودارك لمن نشر هذا المحط ولأهله وذريته ودريته ولوالديه 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 اللهم اغفر ورحمة